اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم أدوا إذا أتوا منتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم أخبرنا أننا إذا ضمننا من أنفسنا أشياء لهم ضمننا عند ربه الجنة صلى الله عليه وسلم اضمن يضمن لك وما يزال الرزل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صادقا صديقا صديقا يا أيها الذين أمنوا إن الله يمركم أن تودوا لما ناتي إلى أهلها أن تودوا لما ناتي إلى أهلها واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه على الناس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمن والكرام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهي الكريم كل واحد منا يسعى لليل رضاء الله سبحانه وتعالى ورضوانه وكل واحد منا يسعى بعد ذلك للفوز بجنانه سبحانه وتعالى والدخول في نعيمه هذا هو الأمر الذي خلقنا الله عز وجل من أجله في هذه الدنيا أن نعبده ونوحده وأن نعمل بما أمر وننتهي عمانها وزجر ثم في الآخرة نكون من أصحاب جنانه ودار كرامته سبحانه وتعالى ما من من أحد إلا ويعمل من أجل ذلك هذه الأعمال التي نقوبها القولية والفعلية والقلبية الظاهرة والباطنة كلها من أجل هذا وأسباب طريق الجنة ميسرة ومذللة وسهلة لمن كانت عنده إرادة صالحة ونية صالحة ولهذا صلى الله عليه وسلم نبينا نبي الرحمة ما فتئ يبين لأمته كلما يوصلها إلى الجنة من أقرب طريقه أي أمل فيه سبب إلى سلوك طريق الجنة طرق أبواب الجنة رضا الرحمن سبحانه وتعالى إلا ويدلها عليه ويحطها عليها من باب رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فهو يشفق علينا أكثر من أنفسنا على أنفسنا لأنه ليرده أن يكون أكثر الأتباعي الأتباعي يوم القيامة يباهي بنا الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ولهذا ما زلنا نعيش مع أنفاسه صلى الله عليه وسلم في هذه التوجيهات الكريمة من ذلك ما حدثنا عنه في حديثه الذي أخبرنا أننا إذا ضمننا من أنفسنا أشياء له ضمننا عند ربه الجنة صلى الله عليه وسلم يضمن يضمن لك يضمن ما أمرك الله به ورسوله يضمن لك الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة عند ربه سبحانه وتعالى هذه بتلك فقد روى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي بأساندهم الحسنة ومنهم من صححه لغيره صحح هذا الأساند فكانت صحيحا لغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتوا منتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم ماذا ستا من المسألة هذه ستا هذا الحديث يشهد له كذلك حديث آخر مثله حديث آخر مثله وهو صحيح لغيره يعضضه ويقوه رواه ابن أبي شيبة في مسنفه والحاكم في مستدركه والبهاق في سننه الكبرى بأساندهم إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة إذا حدت أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا أتوا من فلا يخون وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم مثله ولا ماشي مثله مثله التعبير التعبيرات اللي مختلفة طفيفة لا تؤثر دولتي يقول العلوي أنه رواه فلان بمثله كي تكون بعض تغيير في بعض الألفاظ التقديم أو التأخير لكن الحديث هو هو الحديث بلفظيه يخبرنا فيه صلى الله عليه وسلم أننا إذا ضمنا له هذه الأشياء الستة بمعنى أننا عمنا بها في أنفسنا وتحققناها في أنفسنا وامتثلناها طاعة لربنا واقتداءا بنبينا صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لها عند ربه سبحانه وتعالى الجنة وهذا هو معنى الرواية الأخرى تقبلوا لي تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة تقبل في اللغة العربية من معانيها تكفل التقديم يعني الكفالة تقبلوا لي ستا أي تكفلوا لي بالعمل بستة أشياء أتكفل لكم عند الله بالجنة فالتقبيم منها الكفالة ويتفقوا مع اللفظ الأول اضمانوا لي لأن الضمن هو الكفالة من معانيه ما يلتقياني في بعض المعاني فإذا تكفلنا وضمنا في أنفسنا هذه المسائل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لها السلعة الغالية عند الله سلعة الله عز وجل هي الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وتلك الجنة التي أوردتمها بما كنتم تعملون كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف فلا ندخل الجنة إلا بعمال من الذي يوفقنا إلى هذا العمال الله عز وجل رب العزة والجلال هو الذي يقدرنا على فعل الطاعات وفعل الخيرات ويحببها إليه وحبب إليكم الإيمان وزيدنه في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزيدنه في قلوبكم والإيمان كما أشرنا في الدرس السابقة بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد إذن فالإيمان الذي نترفض به أو الإيمان الذي نعمل به على جوارحنا أو الذي نقره في قلوبنا كله عمل من الذي يقدرنا على العمل الله سبحانه وتعالى ولهذا دائما تقول إياك نعبود وإياك نستائن إياك نعبود وإياك نستائن العبادة عمل من الذي يعينك على هذه العبادة الله سبحانه وتعالى فالموفق للعبادة أرىها على خير عظيم والمحرم من حرمه الله إنسان اللي ينظر يصلي ويصور ويزكي وتصدق ويقرأ القرآن ويذير الخير رأى بتوفيقي من الله سبحانه وتعالى رأى الحمد لله هذه طريق الجنة الجنة سلعة غالية كل منا أحب كل واحد منا يرجع عند ربه أنا منهم أن أزحزح عن النار وأدخل وأدخل للجنة غير مبداينا القصور خبي وخصي وخخصي كما قلنا الهمة العالية يطلب الإنسان الفيردوس الإعلاء ويطلب كده أنا أمد كل ذيكي يقوله ذاتي بغيت بقى عليهم قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح حالشي واحد دي وتابت وقد فع فيه باشي تزحزح اتحرك يمين أو شمال إذا زحزحت عن النار أيها الأخ الكريم وأدخلك الله جنانه فهذا فوز عظيم بلها أن يرزقك الله عز وجل موجنا واحدة جنان درجات عليا هل هي الآية وطع الله ورسله وين يطع الله ورسله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أتولي قريب من هذه الناس كنتي كنت تسمع بالصالحين الأنبياء والرسول كذلك سعود تتولدي تصبحوا رفيقا لهم والشهداء والصالحين تصبحوا رفيقا لهم قاربا منهم أي خير هذا ثم الدرجات إذا كانك أعمال أو ولد صالح يدعو لك من بعدك ولد المباشر أو ولد ولدك من أحفادك والله أراد أن يبلغك الدرجة العلا وما وصلت إليها أنت بعملك فإنك يوصلك إليها بعملي ولدك من بعدك عندما يسأل العبد ربه يا ربي ببعض أن يلتو هذه الدرجات العلا في الجنة قلوا من دعائي ولدك من بعدك من عملي ولدك من بعدك باش الإنسان يحاش باش تكون عنده الدرية الصالحة ينتفع بها ينتفع بها وزياء في إكرام الله لك أنه يقربك من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذه التقلبات يدخل الجنة فيه فإذا ولكن يرقيك الله عز وجل من درجة إلى درجة ومن مقام إلى مقام فأي فضل هذا ومع ذلك سيعطيك الله عز وجل ما هو أفضل من هذا عندما يقول لله الزوج لي تجلى لعباده ويقول لهم أما رضيتم يا عبادي قال يا ربنا كيف الله نرضى وقد أعطيتنا كل شيء كل شيء أعطيته إليه يقول لكم لا تطلبوا شيء ما عندنا ما نطلب يا ربنا الشيء اللي أعطيته نراه والخير وكذا كذا ويقرعهم فلما يرون أنه لا بد يقول قلهم الله عز وجل أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر سبحان الله وهذه الجنة التي نتشوق إليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يضمن لك الرسول هذه الجنة بيأتي الصفات جنة الخلد جنة عدن جنة النائم دار السلام جنة الفيردوس جينان إذا سألتم الله فسألوا الفيردوس الأعلى فإنها أعلى الجينان وسقف عرش الرحمن سبحانه وتعالى الله أكبر ومن من لا يتشوق إلى هذا كلنا يتشوق إلى هذا الجينان ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنه هذا يوضمن له ما شرطه عليك وهي مسائل سهلة هل تحتاج إلى التمرون والتدرب لأن العلم بالتعلوم والحلم بالتحلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلوم والحلم بالتحلم وهذه الجنة لا يستطيع أحد أن يضمنها لك إلا رب العزة والجلال ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط لا تطمع بأن يضمنها لك أحد المشايخ أو أحد الفقارة أو أحد الناس يقول لك رأي إذا تبعتيني أضمن لك الجنة أنا ما يستطع أحد أن يضمن لك الجنة إلا إذا ضمنها لك رب العزة والجلال أنه من فعل كذا أدخله الله للجنة من ماته لا يشرك بالله شيئا دخل إيش وعد الله وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ورسول الله هو يقول لك أنا نضمن لك إلا ضمنت لي كما سيته عندنا فمن يضمن لي ما بين فقميه لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة كذلك الحديث الآخر في الصحيح ما تدعي أيها اللي يغرقش واحد يقول لك غير تبعني ولا غير ينضمن لك هذا الجنة كما كانت يقول لهم أحد الفقير كانت كي كان نسا أصدعوه هذا ما يقول لك الآخر في الناس يطلبون لك غير الله خليك دين لنا الجنة كذا أنت من الصالحين كذا وهو ما يريد أن يتبعيه ما يريد أن يقول لك يقول لك غير يخليك الفقير هكذا هذا شيء باركة وبين الجنة وبينك الجنة الدين يقول لهم ها هو تصحابه يقول لهم أنا نضمنها لكم في الجنة يقول لهم هادي مضمنتها هادي كاما ضمنت الجنة هذه ما يقول لهم يضمن لك الجنة إلا رسول الله والله في وعده في القرآن الكريم فهذه المسائلة عقديا اللي يخصصها ينتبه لها باش ما يتشبت بالبشر أعطيني طلب لك هذا بيت يشيدنا بيت كذا كذا لا ولا تحقيرن نفسك عمر المؤمن يحقر نفسه يقول لك نكون قاعدنا بين الله واشنبي اللي خلقنا لا الله والله ما يخلقك سبحانه وتعالى هو ما يوجدك سبحانه وتعالى هو ما يأمرك باش تعبده سبحانه وتعالى وقدر عليك شرعة باش تمشي 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 إليه كيف تحقر نفسك تقول لك نكون قاعدنا وإليك هذا لا أنت خلقون من خلق الله يا عز وجل الله عز وجل أحبك وهذاك للخير فاسلك هذه الطريقة واطلب المزائل العليا واطلب لآبائك وإخوانك والمسلمين وكذا الجنة يضمنها لنا رسول الله بهذه الستة إذا ضمنها له الأولى قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم فاصدقوا أو اصدقوا إذا حدثتم اصدقوا إذا حدثتم أي يلزموا الصدق عند حديثكم مع الناس عندما تتحدثون لا تتحدثون بالكذب لا تتحدثوا بالكذب ولا بالزور ولا البهتان ولا لأن الكذب في اللغة هو مخالفة الواقع مخالفة الواقع أن الإنسان يتكله بشئين عكس ما هو عليه الأمر في إيش في الواقع هذا هو الكذب في اللغة لا ينبغي نسألني الكذيب لأنه كما قال إن الكذيب لاش إن الذين يفترون على الله الكذيب الكذيبة لا يفلحون مع من الكذب تيفلح الكذب ينجو مرات ولكن إذا حصل فإذا وقع أهلك ولدى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلزم هذا الصدق وأن لا نكذب في الحديث لأنه طريق إل جنة كما تحفظون في من حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أي عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرسول يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صادقا صديقا 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 لا من درجة الصدق هذا مقام عالي الصديقية هي أن يكون الإنسان يعني يصدق الله عز وجل ظهرا لبطن في جميع أحواله صديقا صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذاب والعيد بالله فيها المبالغة كذاب وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الآخر الذي رأى ابن حبان حديث الحسن عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار فاصدق الله يصدقك ولذا عندما امتحن الله عز وجل كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية عندما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك وليس عندهم عذر وأخبر الله عز وجل نبيه وصلى الله عليه وسلم بمناءهم أهل أعضار ومن ليس لهم عذر عندما رجع بدأ المنافقون واضعاف النفوس واضعاف الإيمان يعتدر يا رسول الله أنا عندي إلا أنا عندي كذا أنا عندي كذا أنا عندي كذا وهم كعب ابن مالك ومرارة ورابة ما عندهم تشعظ قال يا رسول الله ما كان عندنا من عذر وخاصة الكعب ابن مالك كان شابا قلت يا رسول الله قوي الله ما عندي شي عذر ما عندك بتعليك الآن سيفضحون الله عز وجل غدا ولكن ما عندي عذر هذا هو الأمر هو هذا كهلال بن أوميا ومرارة بالربي فأرجعهم الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش خلفوا عن الغزوة خلفوا عليش عن إرجاء أمرهم إلى الله احتيت بينا أمرهم عند الله وبقوم تحنهم الله عز وجل خمسين يوم وهم يمتحنون وأمر رسم بمقاطعتهم ها وأمر نساءهم بمفارقتهم باعتزالهم امتحانا لهم حتى نقاهم الله عز وجل ومحصهم وعرف صدق طواياهم رضي الله عنه وأرضهم فنزل فيهم توبتهم أن الله تابع عليهم سبحانه وتعالى وفي الآية منها هي التي فيها قناة استواج فيها خلاة يا أيها الذين نامنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هما هذو تقصد هذا أن تكون دائما مع الصادقين فإنه لن يخيب أبدا عند الله سبحانه وتعالى وإذا رأى من من علامة المنافق إذا حدث كذب غير كي يبدي يكذب على الناس ها وهم مصدقون تدخل في دائرة النفاق العاملي وهو شيء ممقوط عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله إذا صدقوا إذا حدثتم فإن الصدق يعني منجي عند الله عز وجل والله يخيل منجي بالله صدقوا إذا حددتم وأوفوا إذا وعدتم إذا وعد الإنسان بوعدين مع زميره مع أخيه مع صاحب رب عمله مع كذلك البغي أن يفيا بالوعد مع زوجه مع أولاده إذا وفا إذا وعدت ففي شوف هذا الرؤوس المشكل لذيك المرأة اللي جاء تزور عائشة رضي الله وعنها هي بس هي صغيرة قابت قبل انتبهوا لي هذا بحدي والرسول عطم رأت عطتها عائشة رضي الله وإيش عطم رأتها أنا عندها ابنية عندها عندها قالت وحدها وقالت البنية الصغيرة هي تتلعب في بيت تعالي تعطيك وهو رسول انتبه لي قال لي ما كنت معطيتها ما الذي تعطيها ماذا تريد أن تعطيها قالت يا رسول التمر قال لي اما انك لو لم تعطيها لكتبت عليك كوذي كتبت عليك كوذيبة كوذيبة خالي تدري صغير كاذا ولدها كوذيبة كوذيبة معه كوذيبة غدا توليك ذبا لذي انت توليك استمر ها هذا الامر اللي هو غير طبيعي في خطابه هذا هو الذي يقع الكتيمي الناس سيبلي حدثو الناس بيش مسائل مخالفة وفيها الكذيب وكذا كذا بصور على ما ينكشفو واذا وعدتم واذا اوفو اذا وعدتم وادوا اذا اؤتوا منتم اذا اؤتوا من الانسان فعليه ان يكون وامينا اذا اؤتوا من الانسان ادوا اذا اتوا من تد هنا المقصود به الاداء الاداء الامنة لحقوق الاموال مع ان الامنة هي انواع من الامنات التي اودع الله عز وجل الله عيدك كل تشتها للعينين والسمع والبصر والانف وكذا واليد والرجل كل شيء يجي امانة ينبغي ان تحافظ عليها واذا اتوا من الانسان من قبل الناس في اموالهم ينبغي ان يكون امينا لا ينبغي ان يكون خوانا كما في الرواية الثانية واذا اتوا من ت فلا تخن اذا اتوا من احدكم فلا يخن لا ينبغي ان يكون خائنا وما اكثر الخوانة في هذا العصر تضعوا عنده اموالك لا يخن كثمي الناس خالوا الناس وهذه من علامة الساعة والعياد بالله من السنوات الاخدع شرحنا هذا الحديث في العام الماضي لما قد تذكره سيأتي على امة سنوات الخدعات يصدق فيها الكاذب يكذب الصادق ويخون الامين ويؤتمن الخائن وينطق فيها الروي بضاه قيل ومن روي بضاه قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة واحد الحديث عظيم جدا كنت مش رحنا هنا مفصل يؤتمن الخائن ويخون الامين الامن ويأتي تأخره والخوانك يتقدمه قد تعطيه الواتي يعطيه الاساس ويأتي تخول ماذا عارفنا والله أنا تعالي عارف الآن الزميل أستاذ من الأساتي ده سبحان الله هذي من نية طيبة قلت إلا بقي تقول لي نية ربي هذي نية كنت ربي ما عنده هذي نية هذي الله مش بتدخل ناشف على المساعد تقول لي أنا 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 نية ربي والدالية الدالية اخوه رزقه كله تشارك معاه وذلك قال لي كتب دالية قال لي الوكالة قال لي هذه الوكالة لأنه ما غادش يقبلوه أنا حنا بجوج دي كده كان دي ريو وعطاها أموال طائلة كان عرفه صديقي وقرق إيه ابنته صديقنا أخونا أحبيبنا ومسكنا هو صبرو احتسب وطلع إلى أخرجه وطلع فلاح كبير كبير فلاح خانه زميل خانه تيبيع الغلاب بلاخبره وذي تصعبوه شي يدفع المال في الرصيد دياله وذي يدفعي في الرصيد دياله هاي الجيش يوم ملقى وذي سبتطلي الجهات المالية بالأمر سدد ما على ما في عنقك قال لي ما كي شي الملايين تيقو الله الله يسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أعداله لا ينبغي الإنسان أن يكون خوانا فالله عز وجل قلت على هذا الفعل فقال الرسول بئسة البطانة الخيانة الخيانة بئسة البطانة فولا هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كان حديث الصحيحين من حديث عبد الله عبد الله بن عمر بن عاص أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه اخصة منهن كانت فيه اخصة من نفاق حتى يدعها إذا حدت كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاد غضر وإذا وقت من خان وإذا عاد غضر ما في هش إن وعد أخلف وإذا عهد غذر وإذا أتوا من خان وإذا خاصم فجر ما في هش وعد الوعد ما فيش إذا حدت كذب وإذا عهد غضر وإذا أتوا من خان وإذا خاصم فجر يرى الربا إذا أتوا من خان هنا في قذا يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا اماناتكم انتم تعلمون يا ايوا الذين امنوا اه ان الله يامركم ان تودوا الاماناتي الى اهلها الى اهلها لكن معك من الاسف يورا اللي ما كي يضمنش الامانة كبيرة او صغيرة اه اللي كي يغضر بعدها اه اللي الوعد اللي كي يكذب فيها حاجتين لم يضمن لي رسول الله اسباب دخول للجنة هل كي قدي يضمن لك رسول الله من الجنة يضمن ليه مش يضمن لك فلانا دي ما كنا نبهناكم داك العالم كنا لكم الخطاب ديال الشر يوجهه الى الغائب والخطاب ديال الخير يوجهه اليك عقلتوا علي وانا ما كد عقل ازدي محمد ها الخطاب ديال الشر بنا دي ما ينتجهش الغائب ما مش قولش واحد الى سرقتي الى زنيتي الى فسنتين اكلا لا الى اصرقي الى زرقي الى الفعلته الخير الى صدقتي الى كاد الخير ينسبه دائما الى الانسان في وجهه فعلته الطاعة فعلته كاذا اما کیطر دائما ينسب وهي ماذا؟ الغائب هذو به ابدو الخطاب العربي اه! ا struggle ain't subscribe وكل الرسالي salonymous هاذا ثلاثة لولن اذا جز لانسان هاذا القلطرة هذه التلاثة لولن استطاع وتغلب عليش على الثلاثة والاخرى واحفظوا فروجكم امانة نجد الامانة القرى اللي يقولنا بيانا اوسع من امانات المادية واحفظوا فروجكم من اش من من اوصاف المؤمنين كما قال الله قدفل حيش المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في الصلاة فاعلون الذين هم يبعدون والذين هم يفروجهم حافظون ان على ازواجهم او ملكتهم انهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولاك هم العدد حفظ الفورو هذا واللي قال في الراسلما من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له اش الجنة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والحيط الاخر بتعبير اخر اكتر ما يدخل الناس النار هو اش الاجوفان الفامو والفرجو اكتر ما يدخل الناس بادي يدي اللسان فهو اشد حدة والعيد بالله من السيف المهند والعبات بامانة الله العبات بامانة الله ولهذا ما لح الله في آية الاخرى الرجال والنساء والحافظة الفرجهم والحافظات الرجال والنساء على حدين سوا كلهم يلاحفظوا فرجهم ولم يضعواها الا فيما احل الله سبحانه وتعالى راملش من المؤمنين المفلحين الفائزين عند ربي العزة والجلال سبحانه وتعالى واحفظوا فرجكم زيد وغضوا ابصاركم هنا المبالغة في غض البصار هو مش غضة ان غضة ابصارنا مية في المية لانه الغض البصار حسب اللغة اللي بيت غض البصار سكدير هكا ولكن يحمل هذا الحديث غضوا ابصاركم على الآية القرآنية وكل المؤمنين يغضوا مين مين ابصارهم وبعد ما وكل المؤمنات يغضدنا مين ابصارهن ماشي يغضدنا يغضوا ابصارهم ويغضوا ابصارهم من ابصارهم لانه ولكن الحديث في المبالغة الشيء باش تبالغ ليحمل على الآية يعني ممكنش تصدعيني كنت غادي بالزنقة في الشارع لا تنظر تنظر الناس داهبين رايحين كذا كذا ولكن دا رأيت شيئا امرك الله عز وجل ان لا تنظر اليه من المحرمات من الذي لا يحل لك فعليك ايش ان تغض من طرفك ان تغض من الطرف لله وخاصة النظر النساء الاجنبية فان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ابن عمه علي ابن ابي طالب رضي الله قال يا علي لا تتبعي النظرة النظرة فان لك الولى وعليك الاخرة وقال الصلاة في الحديث الاخر النظرة سيام من سيام ابليس من صرف بصره عنها قدف الله في قلبه ايمانا يجد حلاوته في قلبه الله اكبر حلاوة تجدها في قلبك اذا صرفت الله تجد فيه حلاوة الامان وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم عن ماذا يكفوه الانسان عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يكفو يده عن ايش عن السرقة عن الاختلاص عن النهب عن البطش عن الظلم عن البغي عن كل شي لانه معظم هاد المسائيل تقع باش بليد الفلوس باش غدي ياخدهم باش غدي يختلسهم الفلوس بيديه وخده باتطورة المسائيل بكمبيوتر وكذا كذا ولكنش كل كيد يسير الكمبيوتر ليد ولكن يدير كذا 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 ويدخل لها حساب دير كذا ويجبيد الفلوس كما وقع الشحادي الناس مساكن عرفناهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا كايش يوح دي ده بفرنسا كان غير تمامية مليون من اللي يارون نص بشي يجد الملايب من حسابات دير الناس الناس بذا كنتي وضعوا حسابات دير اللي هو وما تتلعب وفي ذاك الشي اوه خداوه ايو فينا فين فلان بات قال لك مصبح في المشاو مش هال فرنسا مش هال أمريكا مش هال كندا اجبوا ادى فلوس الناس واشهد غضي في اسعد بعد ذلك الفلوس سيسقى به ملعيد بالله اموال الناس على قجم الناس لم يكون امينة كان خوانا نسأل الله السلامة والعافية فينسأل ايواني اخوة هذه اليد والأيدي دياننا والارض ستشهد علينا يوم القيامة بما كنا نعمل في الدنيا ايدي اختم الله عز وجل على على فواهنا تكلمون ايدينا وارجلنا بما كنا نعمل لما شهدتم علينا قالوا ايش انطقنا الله الذي انطق كل شيء فالله عز وجل اللي ينطق كل شيء هو القضرة بكاملة سبحانه وتعالى المطلقة ليه دي انت يقول لك يتكلموا ارجي دي تكلموا الجلد كتكلم لانه هذا شيء ده كل مدل الإنسان هذا شيء اللي يكتب الله على هذا الانسان المبتلى الانسان مبتلى هذا شيء اللي يكتب عليه في الدنيا لا بد ان يش ان يتصرف في عليه ولا بد ولهذا يطلب الانسان دائما ان يكون ان تكون المقادير التي قدرها الله عز وجل خيرها ان تكون خيرها بشاش بش بش تيلة جاتش حاجة اللي فيها شوية دية الشدة من اللي يبتلى يتحملها ويصبر عليها ويبقى دائما المتزن مع عشر إلا لا لا يخرجوا عن طوع إلا كثير من الناس اللي لقوهم تيسرقوك كذا كرقبطوه بعد الناس نخفو ليهم على شي اختلال ويبقى نتخلص أنا بزاف ويبقى تبديري قليل هذا شيء عندك هذا على ش تقفط الرشوة على ش تبدير كذا على ش ويكان هذا شيء يندي لها رحمد الله عز وجل وقنع بما آتك الله ويبرك الله يبرك الله في هذا ما عندك أموال الناس بغير يحقين هذا ظلم كف يديك على استغني يغنيك الله زهد في الدنيا وزهد فيما في يدي الناس يحبك الله ويحبك الناس كثير الناس لا يكفون أيديهم عن أموال الناس يتطولون عليها شوفوا هذا الساحر يكون عرف العاقبة دي والله يكتب السحر للناس كف أيديكم حتى عن الساحر ينبغي هذا الإنسان يتعلم شو يدي للقرآن ويدي للفقه وليس يسخر هذا شي في سبيل الشيطان بدأ يسخر ه في طريق الرحمن يسخر في سبيل الشيطان ويتعلم التلاصيم ويتعلم كذا كذا ويبدأ يدل للناس الجدوي ويدل لهم كذا كذا وكش يفرق به المرأة وزوجه يكره المرأة عن الزوج يالها ولا الزوج عن المرأة ياله ولي يفرق بالأولاد ولا بالإخوة في سبيل دولي هيمات دولي هيمات فانية ما كف ليش هذا ما كف شي دي الله لا بد من كف لكف وإيديكم جت عامة عن أي شي يعني كل شي مما يعذي الناس ويعذي الخاصة والعامة ويعذي الضعفة ويعذي كل شي يعذي الناس يعني أنت كف نفسك بل كف نفسك يدك عنش أنت خل إله جش مكما هو محرم حتى لا تعذي نفسك وكف إيديكم فهذه المساعدة سهلة أيها الإخوة في الله تكون عازمة قوية للإيسان والإرادة صادقة والنية صالحة الله الزوج لا يوفقه كل الميسر اللي ما خلق علىها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب الله الزوج لا يعونه في جوف الليل أعطيها كذلك من تركز ذلك جوف الليل أرى مهم جدا سبحان الله بتيغفروا علي الناس حتى يخوز رمضان يغفلون عنه أرى إلاك أنتك تقوم هين ركعاتين في الليل بعض رمضان هين ركعاتين أشو 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 ومعن فصلى وإذا قامت المرأة ها وتوضأت وإيقظت زوجها فهين لم يستيقظ نضحت وجهها بالماء وصلى ركعاتين كتب من ذاكرين الله كثير والذاكرات قلت لي ما تقول الإخوان الناس المؤمنون والمؤمنات إلا بغيتوا الشرف رأي من أسباب هي قيم الليل بحديث اللي جبلا ذيك اللي براء بقي حافظينه قل لما نديرش المتحانات ديما وأعلم أنه شرف لا يفتحيك وأعلم أنه شرف المؤمن قيمه بالليل يا محمد حيث جبري يا محمد جاءني جبري وقال يا محمد إيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس إيما تقول شرف بتي الشرف ها أسبابه ما يطعرش من جاك الشرف شوه شوه الحضوة عند الناس والقابول والعزة والأنفة ها والاحترام وكذا ها من أسبابه ها هو من أسبابه ركعاته لله على الأقل أما إلى نشطي وذلك الله أزوج الله أربع كاركعات ولا ستركعات ولا ستركعات لا حسب نشاطك كما قال الرؤوس في حي الصيح ليصلي أحدكم نشاطه فإذا جاء النعاس فليرقد لعله يذهب ويدعو لنفسه فيدعو على نفسه إذا إنسان تيصلي النشاط دياله إلاجه الناس خصيد توقف لأنه ربما يبغي يدعي لنفسه فيدعو على على نفسه وتكون الإجابة مفتوحة فيتحيل الإنسان للفرص فنصال الله الزوج لأنه يوفق على وقيكم جميعا لتحقيق هذه الخصال الستة عودها لنا الأولى صدق صدق الحديث الكلام ثانية والوفاء بالعهد الثالثة آداء الأمانة آداء الأمانة الرابعة غض البصار الخامسة حفظ الفرج السادسة كفوا الأيدي الله يفتح لك كفوا الأيدي نسأل الله نوفق لوايكم جميعا لما يحبه الله ويرضاه ونجعله يكون من السمع ونقول فيتبعون أحسنه آمين والحمد لله رب العالم